اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية في هذه المحاضرة راح نتكلم على الأدوات المهمة اللي نحتاجها خلال برمجة HTML و CSS طبعا نحتاج بعض البرامج والأدوات أول برنامج نحتاجه هو برنامج محرر أكواد محرر أكواد اللي هو البرنامج اللي نقوم من خلاله بالبرمجة طبعا راح نستخدم برنامج Visual Studio Code طبعا من البرامج القوية جدا تابع لشركة Microsoft وكذلك راح نستخدم برنامج Brackets تابع لشركة Adobe أيضا برنامج راقي وقوي جدا طبعا نكتب بها Google Visual Studio Code راح يظهر عندنا هذا البرنامج وطبعا نذهب إلى خانة الDownload وطبعا هنا باليمين نختار نظام التشغيل طبعا راح تطلع عندنا هذه التنافذة هنا عندنا الماك ولينوكس وويندوز وطبعا ويندوز 64 فقط نختار هذا الخيار اللي هو Use Instillator طبعا نختار هذا الخيار بعد ما نختار هذا الخيار راح يتحمل عندنا البرنامج اللي هو هذا البرنامج اللي تشوفوه أمامكم راح ننصبه تنصيبه سهل كلش وكما نوهنا أنه يستخدم لفئات 64 بت طيب نختار Accept ومن ثم Next Next طبعا نختار هذا الخيار أو نتركه كما هو Next نختار Create Desktop Icon نستل وطبعا البرنامج راح يتنصب بشكل سريع وسلس طبعا نضغط على Finish بعد إكمال التنصيب نفتح البرنامج اللي هو هذا البرنامج اللي تشوفوه أمامكم نفتحه طيب مثل ما تلاحظون أمامكم فتح عندنا هذا البرنامج وإن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة راح نتعلم كيفية كتابة الأكواد من خلال Visual Studio Code طيب بعد ما نصبنا Visual Studio Code راح ننصب برنامج Brackets طبعا Brackets هو برنامج احتياطي في حال لو أنه النظام ما يدعم 64 نظامنا 32 بت راح نستخدم برنامج Brackets طبعا بعد ما نذهب إلى Google نكتب Brackets هذا اللي تشوفوه أمامكم راح تطلع عندنا هذه النافذة طبعا نضغط على هذا الخيار اللي هو Download راح يتحمل عندنا هذا البرنامج ننصب البرنامج طبعا تنصيبه سهل كلش وبسيط نفتح أداة التنصيب طبعا نضغط على Next ومن ثم Install ننتظر عمليات التنصيب نضغط على الخيار Yes طبعا بعد إكمال عمليات التنصيب نضغط على Finish وأكيد راح نلقى البرنامج موجود في قائمة Start طبعا نكتب Br راح نشاهد إنه هذا هو البرنامج نضغط عليه Click حتى يفتح طبعا هذا البرنامج فتح أمامكم نغلق البرنامج طيب تم تنصيب برامج محررات الأكواد الجزء الثالث نحتاج هو برنامج Google Chrome متصفح Chrome طبعا ضروري إنه يكون Chrome لأنه متصفح قوة جدا طبعا هذا كل شي حول المحاضرة الثانية ألتقيكم فيها المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر